هنا أنت دخلت بتجربة الحب قبل أن نحكي بالفن دخلت بتجربة الحب وعجبت بفتاة وتقدمت لها ليش رفضك؟ ليش رفضوا أن أنت ترتبط أو رفضوا يلطوك هاي البنية؟ قبل ما أدخل للفن؟ أي يعني سولف لي هاي الحادثة اللي أنا سمعتها أنا لك حادثة تقدمت لي فتاة وأرضك بسبب شي معين قبل ما أكون فنان لو بعد ما صرت فنان الحادثة الشهيرة أي بعد ما صرت فنان لو قبل بعد ما صرت فنان بعد ما صرت فنان إيه هي تقدمت لي خطبت إحدى الفنانات وقالوا لي أنه أنت ما مخلص ما عندك شهادة ما عندك شهادة بسبب الشهادة فعلا أنا ما عندك شهادة هل قيمة الرجل بالشهادة أم بشخصيته أم بعمله؟ بعطاءه بعطاءه بالبصمة التي يتركها للناس الذين سيتذكرونه فيما إذا كان رحل والآن أنت سامي طفا نحن الآن نتذكر أسمي جميلي وخليل شوقي وكارل هارتيون وعمل الرسام كيف نتذكرهم؟ نبصموا بسيرتهم الفنية فبقواوا بذاكرتنا طيب لما نرضوك أهل البنية شو لك شعورك وأنت تنتمتلهف للارتباط بيها وتكوين أسرة وشراكة وكذا بلحظة أنه أنت تم رفضك شعورك كيف تلقيت الموضوع؟ عادي عادي؟ نعم لأنه فعلا أنا ملام لأنه ما كملت دراستي والحب اللي بداخلك اتجاهها؟ يروح امتهى؟ مو قبلك كان أكو حب قبلك إذن أنت صاحب تجارب؟ أكثر من تجربة للحب يا هو الحب الأجمل بعيدا عن الزواج من هذه العلاقات والاعتباطات؟ لا هذا راح أصبح خصوصيات وراح أصبح مواقع وذا تحفر لي على التواصل لا لا قبل التمثيل الحب الحقيقي لو بعد التمثيل كان الحب الحقيقي الحب الحقيقي للفن كل تجارب الحب ذابت في حبي للفن الذي اعتنقته كمبدأ واستمرت على هذا الحب إلى يومنا هذا تولدت عندي لحظة كراهية لهذا الحب الذي تملكني لكن تركت الوسط الفني واعتزلت لو بذاك الوقت قالوا لك احنا ممكن ننطيك هذه الفتاة وتتزوجها واحنا موافقين عليك لكن مقابل أنه أنت تترك الفن ما ترك لا قلت لك لأنا حبي للفن أكثر من حبي للإنسان اللي حبيتها